مرحبا يسعد لي صباحكم كل وقتكم متابعيني الكرام وصفتنا اليوم قوارب الكوسة بالبشاميل وبطريقة جدا سهلة وبسيطة والطعم عن جد بياخد العقل وبنصحكم تجربوها وهلأ تابع معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل المأدير على الشاشة بتلاقون كمان بصندوق الوصف اول مرحلة منحتاج لاثنين كيلو كوسة ومنقطع طبقة رقيقة من الكوسة بهذا الشكل ومنحفره باي ادام توفر عنه او باي ملعقة توفر عنه ومنحاول ما نحفر الكوسة كتير حتى نستمتع بتعام الكوسة ومنحطه بالصينية ومنكمل حفر الكمية كلا بنفس الطريقة وممكن كمان تقسموها بالنص وتحفروها وطبعا الكوسة مغسول مصفقا قبل الحفر واللي يطلع من الكوسة اكيد ما بنرمي ممكن نعمل منه عجة او متوامة او شربة بعدها مندهن الكوسة بزيت زيتون او زيت نباتي ومنتبل الكوسة برشة ملح ورشة فلفل اسود وبعدين منحطهم بالفرن محمى مسبقا على الرف الوسط والنار من تحت وفوق او من تحت بالبداي بعدين من فوق حسب الفرن اللي عنكن وعلى درجة حرارة ميتين وعشرين ومنتركه لمدة خمسة واربعين دقيقة او حتى يستوي الحمر وبهذا الوقت منحضر الحشوة ومنحط بمقلي ملعقة زيت ومنحط 300 او 400 جرام لحم وفروم ومنقلب حتى يستوي اللحم وبعدين منضيف نص ملعقة صغيرة من ملح وفلفل اسود و7 بهارات ومنضيف كمان بصلة متوسطة الحجم مفرومة نعم ومنقلب حتى تدبع البصلة وبعدين منضيف ملعقة كبيرة معجون طماطم وحبت فلفل احمر واختر ومنقلب ومنعد الملح حسب الرغبة وهيك الحشوة صادت جاهزة عندي منطفي النار ومنحطها على طرف وبعدين منحدد البشاميل ومنحطه بطنجرة ملعتين كبار مليانين زبدة ومنضيف عليهم 3 ملعقة كبار طحين ومنقلب ولازم يكون قوام الزبدة والطحين بهذا الشكل وبعدين منضيف 3 اكواب حليب مع التحريك المستمر حتى ما يتكتل الخليط ومنستمر بالتحريك حتى يغلي ويتقلبه شمل وبعدين منضيف شريحتين جبن سلايس اختياري وممكن تحطوا اي جبنة سائلة وممكن كمان تستغنوا عن هاي المرحلة ومنضيف كمان رشة فلفل اسود او ابيض ومنلح حسب الرغبة ومنحرك وهيك البشاميل صار جاهز عندي والكوسة كمان استوع بعدين منحشي الكوسة بهي الطريقة ترجمة نانسي قنقر ومنضغط على الحشو كتير منيح وبعدين منوزع البشاميل ومنحط كمان بشاميل على الكوسة واخر الشي منحط على كل قطعة جبن مزارلة ومنحطها بالفرن حتى تتحمل وتدوب الجبنة وهيك صارت جاهزة والريحة بتشاهي القلب ومنزينا برشة فلفل احمر واخضر وبتتقدم مع رزه صحتين وهلأ صار لازم ندوب ما شاء الله مو بس هالاكلة طيبية عن جد بتاخد العقل واللي ما بيحب الكوسة رح يحبه بهي الطريقة وصفة كتير بتشاهي وانصحكم تجربوها وكالعادة حبيت اتشكركم على تعليقاتكم الحلوة واختدت تعليقات بشكل عشوائي وحطيتهم على الشاشة واللي بيحب يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات ويكتب لي كمان من وين عبي تابعني وهلأ هيك خلاص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم ولا تنسوا تبعاتولي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام رح حط لكم حساب الانستجرام بصندوق الوصف ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وبشوفكم فيديو جديد جانلا باي باي